السلام عليكم انا الوليد درقاوي سي محمد ولدي انا مريض بالسكر وعندي اينا بدي في نيفتي بموف بصوفه بالقوات المسلحة الملكية وهذا القاراج بنيتي هنا واحد المدة طويلة في الفين واربعتاش درت عليها لجميع القوانين كينا رخصة السكان الرئيس اعطاني رخصة ديال الضو اعطاني الرخصة هي عندي موجودة في الميلف ودخلت الضو عليها ودابة وعندي الوقاية المدنية خرجو التي وعندي اه عندي خمسة الموافقات جيران لي من البرتان وعب تكري من ايتميمون وهد الغداني ناعمة كتسكن في ايتميمون دارت التعرور لنا وعندي وعندي الرجل سلكوم هي رسول ضريبة وخمسة الموافقات سكوح دريس حم حم الرياحي بن عمر ساعد بن عمر المقام عبد الكريم وابراهيم قاوبو هادو الجيران اللي في البرتان قرب اللي ييبززف وما هادو اما هي في ايتميمون في الضايا الحمراء وانحنا كنسكنو في دور لبرتان هي تبايا الحمراء في ايتميمون وكيف رقبنا واحد الطريق معبادة في عشرة مترو وهذا عشرة مترو من جيه ديكينا ومن جيه تهي ما بقعتش والسلطة ما بغتش دخلت في حالة وقلتالي امي راران في الملك العمومي وغير سنخلف الطريق في ممر الراجيلين وكن نادي بسيد الخليفة خرج وجاوب بالمحضر ديال الجدرمية ليعطى امر الواكي الملك يديرو المسطرة القضائية وكي يجو بان داك داك المحل ديال السودور ما في الاصدع لاوالو لم يوشير الى اي ازعاج ومع الاسف تقول هاداك المحارة محضر ديال السيد ووكي الملك هو وعدنا في الملف ودفعناها كل شيء للرئيس ومو بغير الرئيس يعطينا الرخصة تقول هادا الغداني نعيمة كتتعرض الولدك كتتتعرض الولده هو برقاوي محمد وانا داير الملف مكان كان عدي لما تعرض الولده ومدفع تواطعوا معها بها الجماعة وداروا لي التعرض بسميتي انايا انا كان طلب تدخل عاجلا اقبل ما يفوت الاوان وشكرا للسيد العامل والسلطة المحلية وكنسكر القاعد على المجهودات اللي دير معنا دايما تيجي عدنا وشاف على المكان وتيقول كراها بعيدة يكسيمة كتسان والوالو وتسا السيد الخليفاء خرج جاوب في المحضر ديال الواكي المالك ما كيقول لا ازعاج لاوالو كان طلب المحضر ديال الواكي المالك يكون في المستوى ويكون في الطريق النجاح ان شاء الله وشكرا لكم سادة السيد